الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا استهدفت كثيرا الرادارات الخاصة بجماعة الحوثي لكن الجماعة تمكنت واستمرت بتحقيق استهدافات خطيرة وتصاعدت وكانت هناك تقارير أكدت سابقا أن هناك عناصر من جماعة الحوثي يتواجدون في جنوب لبنان هل تعتقد هذه التجارب والخبرات في إبقاء الرادارات فعالة المنظومات الدفاعية وغيرها؟ من الممكن لحزب الله أن يستفيد من فكرة وتجربة جماعة الحوثي خاصة على مستوى الجبال وفي مواجهة مثل هذه التحديات نعم أعتقد بأن هذه نقطة وجيهة أحمد حقيقة أن الحوثيين أمكنهم الحفاظ على قدراتهم بعد شهور متوالية من الحرب ضد أصول الولايات المتحدة لكنهم قاموا بذلك ضد السعودية كذلك والإمارات العربية لأعوام فإذن لديهم ثروة من الخبرات على القدرات مددنية المستوى الأرضي لتقديم القدرات الخداعية والتستر وليس فقط محاولة دك الطائرات المسيرة في الجو إنما وجدوا قدرات فعالة وكفء للتستر من هذه الطائرات المسيرة في الجو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر